مزيد من اللقاءات والاجتماعات بشأن سوريا هذه المرة في الجامعة العربية التأم هنا شمل اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا لبحث المستجد الأخير وهو المؤتمر المزمع عقده الشهر المقبل ليجمع النظام والمعارضة لم يطل الاجتماع كثيراً ولم ينتهي كما جرت العادة بمؤتمر صحفي بل ببيان مقتضب أشار إلى توافق على بعض العناصر التي تساهم في إنجاح المؤتمر الدولي المقبل مضيفاً أن الأعضاء توافقوا على الطلب إلى رئيس اللجنة والأمين العام للجامعة عرض هذه العناصر على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمبعوث المشترك لم يحدد بيان اللجنة العناصر المقصودة لكنها ربما لن تخرج كثيراً عما تقدمت به الجامعة سابقاً في مبادراتها بما يدعم عقد المؤتمر الدولي المشاركة في اجتماع جينيف من عدمها بند أساسي على أجندة اجتماع الاتلاف الوطني المعارض في اسطنبول الذي يستمر عدة أيام كرر الاتلاف خلال اجتماع أصدقاء سوريا الأربعاء في عمان كرر موقفه المؤيد لإيجاد حل سياسي لكن بما يؤمن رحيل الرئيس الأسد وأركان نظامه عن السلطة يتحدث أعضاء في الاتلاف عن عناصر كثيرة غير محددة بعد في اجتماع جينيف مثل المشاركين فيه والجداول الزمنية والأهم من ذلك رحيل الأسد وهو شرط لا يتنازل عنه الاتلاف الاتلاف السوري رحب بالجهود الدولية وكانت بيانه واضحة ولكن قال هذه الجهود ينبغي أن تكون وفق محدداته لا يمكن للاتلاف أن يخرج خارج محدداته أو مبادئه في أي عملية تفاوضية في أي عملية سياسية يقودها سيناقش الاتلاف أيضا إن كان يتتوسيعه بضم أعضاء جدد يوازنون كفة الإسلاميين فيه وكذا الحكومة الانتقالية وانتخاب قيادة جديدة خلفا لمعاذ الخطيب الذي تقدم بمبادرة تدعو الأسد إلى تسليم سلطاته إلى نائبه أو رئيس وزرائه لقاء السماح له بمغادرة البلاد صحبة خمسمائة شخص مما يختارهم من عائلاتهم كل المؤشرات تقول إن النظام سيرفض هذه المبادرة فالأسد يؤكد أنه باقي في السلطة بل وسيشارك في انتخابات العام المقبل أما عن اجتماع جينيف فالموقف النهائي للنظام سيصدر قريبا بحسب تصريحات نائب وزير الخارجية السوري ترجمة نانسي قنقر